موقف ساقيل آخر ينتظر مصطفى شبير يوم السبت القادم أمام التراجي التونسي تعرض لمواقف ساقيلة كثيرة الفترة الماضية وراء بعض الوداد بالجماهير بقى الفرق بقى لعب مع شاولو زب الجماهير فرق كتير لعبها قدام جماهير ومباراة صعبة ومباراة حسيمة ومباراة فصيلة ومباراة خروج مغلوب تتوقع ايه لمصطفى شبير أولا وبعد كده هتكلم معك على الأهل بشكلها اتوقع واللي احنا شوفنا من مصطفى شبير في بطولة أفراقيا بالأخص يعني عن بطولة الدوري كمان لا ما شاء الله سبت انفعالي عالي جدا كلين شيت في سبع مباريات متتالية بيلعب جوة مصر وبرة مصر تحت ضغط جماهير كبير جدا لا قادر انه هو يحل كل المواقف الصعبة ولو النهاردة النادي الأهلي وصل لنهاء بطولة الأفراقيا كان واحد من الأعمدة الأساسية والرئيسية في وصول النادي الأهلي لنهاء بطولة أفراقيا هو مصطفى شبير عشان نكون احقاقا للحق انا فاكر وقت لما كنت بتضم مصطفى شبير للمنتخب الأولمبي انت ومعاك الجهاز الفني كانت شوي غريب وقتها كان بيبقى عليكم تقاطات كثيرة جدا وكانوا بيقولوا ان انتوا بتجملوا مصطفى شبير وان كان مصطفى شبير ما بيشاركش مع النادي الأهلي فانتوا بتاخدوه ليه حيث دلوقتي ان انت كسبان رهان؟ الحمد لله دايما انا مبرهنش على حصان خسران ومصطفى شبير من الناس الحمد لله يعني قالت ان احنا عندنا رؤية كبيرة لان انت بتشوف اللي جاي شكله ايه والمستقبل للشخص ده ممكن يبقى وصل لأنهي مرحلة في إمكانياته الفنية فاحنا جمع مصطفى كان معانا ما كانش كان حارس لناشئين النادي الأهلي كان بيصعد حارس رابع للفريق الأول ما كانش ليه اي دور بشكل اساسي مع الفريق الأول في النادي الأهلي في التوئيد ده بس احنا كنا شايفين ان مصطفى من الحراس اللي عندها من القدرات الفنية والعقلية اللي تسمح له ان يكون حارس كبير في وملايا ايه اللي بيمايز بقى فنيا يعني انت مثلا مدارب حراس مرمى هتدي مثلا كورس تدريبي مثلا لمداربين حراس مرمى آخرين هدي تقول لهم حارس المرمى مواصفاته السليمة عشان يبقى حارس كبير واحد اثنين تلاتة اربعة عشر ايه المواصفات اللي عند مصطفى شبير ويهي الحاجات اللي مع الخبرات هتكمل عنده ويبقى حارس مثالي بص رقم واحد العقلية عقلية الحارس ودرجة استعابه للتعليمات اللي بياخدها يعني انت في حراس مثلا انت بتيجي تتكلم معاها مهما تفضل تديها في تعليمات ماينفذ لكش او ينفذ انما مش بالشكل المرضي اللي انت عايزه بنسبة ميزة مصطفى كان عنده ميزة كنا مثلا بنعمل التمرينات اللي هي بتاعة اللي سمول جيم فكان فيه اخطاء بيعملها في التمرين فواحنا بنلعب اللي سمول جيم فتخش فيه اهداف فما يتم استدعاه وما يجيبه وقوله تعالى اخرجه ودخل حارس مكانه كده عشان ياخد تنفس وقوله خلي بالك الموقف ده لازم تعمل ده الموقف ده عشان لازم تعمل ده ويرجع ينفذ التعليمات دي في مواقف متكررة بشكل اخر بنفس السيستم تقرف ان هنا الاستجابة بقت سريعة جدا مصطفى عنده ميزة انه بيلعب برجل ايه بشكل كويس جدا 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 ودي من الحاجات المهمة في حارس المرمى متطورة لازم تحسب لحراس المرمى لان احنا في الوقت الحالي بنطلب ان يكون الحارس المرمى لعيب كرة قبل ما يكون حارس المرمى جيد يكون لعيب كرة جيد قبل ما يكون حارس المرمى جيد فمصطفى كان فيه ده بيلعب برجله كويس بشكل كويس عنده من الجلد في حالات التمرين انه هو عايز جسمه ده يبقى فيه ستايل معين بشكل معين يبقى يبقى بيشتغل فيه قوة معينة كل ده كان بيشتغل فيه على نفسه فما بنجي احنا نعمل المعايير كمدربين طبعا من اهم المميزات لحارس المرمى اول حاجة الشكل الجسم بتاعه يعني عنده الطولة عنده القوة عنده المهارة الفنية بتاعت مهارته برجله مهارته الزهنية الريأكشن بتاع رد فعله لشكله ايه عينه على الكرة وتركيزه شكلها ايه كل العوامل دي كانت فيها مواصفات من محمد صبح ومصطفى شبير بشكل كبير ومحمود جاد عشان برضو ده من الحراس اللي حاس انا في الفترات اللي فاتت كده الناس تدت ايه مش واخدة بالها منه ده محمود جاد ده بيلعب في النادي جمهير كبير ده بيلعب في النادي المصري وبيقد معهم بشكل كبير وتقريبا بصفة اساسية على حارس مميز جدا وكويس جدا اسمه عصام صروت فلازم تبقى برضو الناس واخدة بالها ان في حارس جيد موجود في النادي المصري اسمه محمود جاد